علوم الصف الرابع ابتدائي تدريبات كتاب الأضواء عن مفهوم الثالث مصادر الطاقة المتجددة صفحة 24 رقم 1 اختر الإجابة الصحيح 1 تسبب الطاقة نقط في حركة الهواء وهبوب الرياح على سطح الأرض الكهربية الكيميائية الشمسية المغناطسية رقم جيم الشمسية 2 يمكن استخدام الطاقة الشمسية في طهي الطعام تدفئة المنازل تسخين المياه جميع ما سبق صحة جميع ما سبق 3 أي مما يلي مصدر طاقة متجدد يستخدم في توليد الكهرباء الهواء الفحم الماء ألف وجيم معا صح الهواء والماء يبقى ألف وجيم معا رقم دا 4 تحتوي الطواحين الهوائية القديمة على عدد كبير من الأزرع وذلك ليه تقليل مساحة الالتقاط الرياح زيادة مساحة الالتقاط الرياح طبعا ايه رقم بقى زيادة مساحة الالتقاط الرياح 5 التروبينات الهوائية الحديثة تختلف عن التروبينات الهوائية القديمة في الطول عدد الأزرع الثقوب الموجودة على الأزرع جميع ما سبق سح رقم دا جميع ما سبق 6 أي من صور الطاقة التالية لا يتم انتاجها عن طريق الشمس الطاقة الحارية بيتم بانتاجها عن طريق السخيمة الشمسي والطاقة والطاقة الضوئية والطاقة الحركية صح رقم جميع الطاقة الحركية 7 تستدم نقط في تحويل الطاقة الضوئية الى طاقة الكهربائية طبعا طريق مين الالواح الشمسية رقم جميع 8 تختزن ميال انهار طاقة وضع الجاذبية 9 الكهرباء النتيجة من نقط يطلق عليها الطاقة الكهرومائية التربينات المائية التربينات الهوئية الخلايا الشمسية التوحين الهوئية رقم ألف التربينات المائية 10 يستطيع الفلاحون زراعة المحاصيل الصيفية خلال فصل الشتاء فأي الوسائل التالية يستخدمها الفلاح لتوفير الحرارة والجو المناسبين لإنبات هذه المحاصيل المراية العدسات السخان الشمسي الصوبة الزراعية رقم دال 11 تستخدم التربينات المائية في تحويل الطاقة نقط إلى طاقة نقط إلى حركية إلى الكهربية الحركية إلى حارية الكهربية إلى حركية الحركية الضوئية رقم ألف الحركية إلى كهربية نشر من عيوب طاقة الرياح أنها مصدر طاقة غير متجدد ملوسة للبيئة غير ملوسة للبيئة لا تهب أحيانا لا تهب أحيانا 13 أثناء سكوت مياه الأنهار لأسفل فإن طاقة واضع الجاذبية المختزنة في الماء تتحول إلى طاقة كهربية ضوئية حركية حارية صح رقم G حركية 14 تستخدم نقط في توجيه أشعة الشمس لتوليد حرارة شديدة وطهي الطعام الخلايا الشمسية تتحول إلى الشمسية الكهربية المرايا المجمعة صح رقم B المرايا مجمعة 15 الطاقة النتيجة من اندفاع الماء من الشلالات والسدود وإدارة التوربينية تسمى بالطاقة الميكانيكية الكهرومائية الكيميائية الحركية صح الكهرومائية رقم B اثنين أكمل العبارات الأتية باستخدام الكلمات من مباني الكوسين واحد أحد عيوب طاقة الرياح أنه عائلية التكلفة لا تهب أحيانا لا تهب أحيانا اثنين في توحين الماء تتحول الطاقة نقط إلى طاقة كهربائية إلى حركية الضوئية صح إلى حركية ثلاثة الطاقة الكهرومائية تتولد من البنزين أو الماء أربعة التروبينات الهوائية الحديثة نقط من التوحين الهوائية القادمة أطول أم أكثر صح أطول خمسة مخرجات التروبينات المائية هي الطاقة الإشاعية من الكهربية الكهربية ستة يفضل وضع تروبينات الرياح في الأماكن قليلة الرياح عاصفة الرياح عاصفة الرياح سبعة احدى صور الاستفادة من الطاقة الشمسية استخدام نقط مكعرة مرآة أم عدسة؟ صح مرآة لأن مرآة على كسر الضوء العدسة وصل شفاف كسر للضوء ثلاثة تخيل من العمود ألف ما يناسب العمود با واحد الخلايا الشمسية صح رقم ثلاثة تستخدم لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية ثلاثة المرايا المجمعة تستخدم في طهي الطعام عن طريق تحويل الطاقة الشمسية إلى طاقة حرية ثلاثة التوحين الهوائية تستخدم قديما لطحن الحبوب أربعة ضع علامة صح أو علامة خطأ أمام العبارات الأتية واحد كل من التوحين الهوائية القديمة والتروبينات الهوائية الحديثة يستخدم في توليد الكهرباء عبارة خطأ القديمة طحن الحبوب الحديثة توليد الكهرباء ثلاثة يمكن استخدام الطاقة الشمسية في حفظ طهي الطعام وليس حفظ عبارة خطأ ثلاثة تحتاج النباتات إلى أعشعة الشمس لكي تنمو عبارة صحيح أربعة تختزن المياه أعلى السدود طاقة حركة طاقة والعجازبية عبارة خطأ خمسة التوحين الهوائية الحديثة أطول من التوحين الهوائية القديمة عبارة صحيح ستة تحتاج النباتات الخضراء إلى أعشعة الشمس لكي تنمو تمكن من البقاء على قدر الحياة عبارة صحيح سبعة التوحين الهوائية تقوم بعملها طوال الوقت لأن الرياح تهب دائما أحيانا لا تهب عبارة خطأ ثمانية مخرجات الألواح الشمسية هي الطاقة الكهربية عبارة صحيح تسعة يطلق على الكهرباء النتيجة من المياه اسم الطاقة الكهرومناطسية الطاقة الكهرومائية عبارة خطأ عشرة يساعدنا بناء السدود على المجاري المائية في توليد الطاقة الكهرومائية عبارة صحيح حداشر الطاقة الكهربية النتيجة من التوربينات الهوائية تنتقل عن طريق الرياح عن طريق أسلاك عبارة خطأ اتناشر تتكون الألواح الشمسية من كثير من الخلايا النباتية كثير من الخلايا الشمسية عبارة خطأ ثلاثتاشر تستخدم توربينات الرياح طاقة وضع الجاذبية عند تشغيلها طاقة حركة الرياح عبارة الخطأ أبعتاشر توضع الألواح الشمسية فوق أسطح المنازل لتوليد الكهرباء عبارة صحيحة خمسة أكمل العبارات الهوائية واحد عندما تدور التوربينات الهوائية تتحول الطاقة نقط إلى طاقة نقط الحركية إلى طاقة كهربية اتنين كل من الرياح والماء تنتج طاقة نقط والتي تستخدم لتدوير التوربينات لتوليد الطاقة نقط صح طاقة الحركة لتوليد الطاقة الكهربية ثلاثة تحول الألواح الشمسية الطاقة نقط إلى طاقة نقط الشمسية إلى طاقة كهربية أربعة يمكن استخدام الطاقة الشمسية في الطبخ عن طريق استخدام نقط المرآة المجمعة والتي تجمع نقط على الأواني المعدنية تسخنها تجمع أشعة الشمس خمسة في السخانات الشمسية الطاقة نقط تعتبر الطاقة الداخلة تعتبر الطاقة الشمسية بينما الطاقة الحارية هي الطاقة النتيجة أو الخارية ستة أكتب المستحل العلمي واحد بناء على النهر يكون بالتحكم في تضفق الماء وزيادة طاقة وضع ماء النهر صح السدود اثنين لوح مصمم لامتصاص الطاقة الشمسية لإنتاج حرارة أو توليد الكهرباء صح الألواح الشمسية الألواح الشمسية ثلاثة نوع من الطاقة الكهربية تنتج من التروبينات الموجودة في السدود الطاقة الكهرمائية أربعة موايط طبيعية يمكن استبدالها بعد وقت كثير من استخدامها مصادر الطاقة المتجددة المصادر المتجددة خمس الطاقة التي تنتج من التواحين الهوائية ويتم نقلها عن طريق أسلاك لمنازل الطاقة الكهربية الطاقة الكهربية سبعة أذكر مدخلات ومخرجات الطاقة لكل من واحد التروبينات الهوائية من الطاقة الحركية مدخلات دي ايه المدخلات طيب المخرجات صح الطاقة الكهربية من السخنات الشمسية صح المدخلات الطاقة الشمسية طيب المخرجات الطاقة الحرارية ثلاثة التروبينات المائية صح الطاقة الحركية طيب المخرجات الطاقة الكهربية تمانية اجب حسب الصورة التي امامك واحد ما اسم الشكل الذي امامك الالواح الشمسية انين تتحول الطاقة الشمسية الى طاقة كهربية تسعة ادرس الشكلين ثم اجب واحد اي الشكلين يولي الطاقة الكهربية اعلى شكل واحد ام شكل اتنين صح شكل اتنين شكل اتنين اتنين ما اسم الطاقة الداخلة لهذا النوع من التروبينات صح الطاقة الحركية عشرة انزل الى الشكلين التاليين ثم ضاع المنصح امام الاجابة الصحيح واحد يستخدم شكل واحد مصدر طاقة نقط لتشغيله متجددا غير متجدد صح غير متجد اتنين مصدر الطاقة المستخده في الشكل اتنين لتشغيله هو الشمس ام الوقود صح الشمس ثلاثة اي الشكلين يسبب تلوث البيئة شكل واحد ام شكل اتنين صح شكل واحد هداشر انزل الى الشكل المقابل سوما اجب يستدم الجهاز في الشكل المقابل الى الواحة المصنوعة من انبيب سوداء ويوضع فوق سطح المنزل لتسخين الماء واحد ما اسم هذا الجهاز السخان الشمسي اتنين اذكر تحولات الطاقة في الجهاز تحول الطاقة الشمسية الى طاقة حرارية اتنشر اكمل البيانات على النموذج التالي لوصف الطاقة الكهرمائية ثم حد مدخلات ومخرجات هذا النظام طاقة وابع جاذبية للماء حول طاقة ايه صح طاقة حركة طاقة حركة دوران التوربينات طاقة كهرمائية المدخلات طاقة حركة طيب المخرجات طاقة كهرمائية اختبر نفسك على المفهوم الثالث صفحة 88 واحد اختر الاجابة الصحيح واحد تشترك التوربينات الهوائية والتوربينات المائية الحديثة في انك كلاهما يعمل بنفس مصدر الطاقة يوضع فوق الجبال العالية يسبب تلوثا للبيئة ينتج نفس نوع الطاقة صح ينتج نفس نوع الطاقة طيب ينتج طاقة ايه طاقة كهربي يبركم دا اتنين لا يمكن استخدام نقط في توليد الكهربائي الخلايا الشمسية الصوبة الزراعية طبعا الصوبة ايه الزراعية طبعا ايه في زراعة النباتات التي ايه تحتاج الى حرارة عالية ثلاثة من امثلة مصادر الطاقة المتجددة الفحم غير متجدد الرياح طبعا الرياح رقم ايه بقى اربعة الطاقة النتجة عند تشغيل السخانات الشمسية الحرارية الاشععية الضوئية الكيميائية رقم الف الحرارية خمسة اي الطاقة التالية نحصل عليها من الشمس بصورة مباشرة الطاقة الضوئية الطاقة الكهربية الطاقة الكيميائية طيب بصورة مباشرة اللي هي الطاقة ايه الطاقة الضوئية يبقى رقم ايه رقم الف اتنين تخير من العمود الف ما يناسب العمود باق واحد السخانات الشمسية تستخدم في تسخين المياه باستخدام طاقة الشمس رقم واحد اتنين المولدات براف تحول الطاقة الحركية الى طاقة كهربية ثلاثة السوبة الزراعية تساعد فلاحيين على زراعة المحاصيل التي لا تنمو الا في المناخ الدافئ ثلاثة ضع علامة صح او علامة خطأ امام العبارات الاتية واحد الطاقة النتيجة من التروبينات الهوائية تعرف باسم الطاقة الكهربائية من التروبينات المائية عبر خطأ اثنين تعمل الطاقة الشمسية على تهتفات الهواء وتسبب حركة الرياح يبقى على صحيحة ثلاثة الشمس والرياح من مصادر الطاقة غير متجددة طبعا متجدد يبقى على خطأ اربعة حركة المولدات في محطات توليد الكهربائية ينتج عنها طاقة وضع طاقة كهربائية والخطأ اربعة انظر الى الشكل المقابل ثم ضع علامة صح امام الاجابة الصحيح واحد يستخدم هذا الجهاز نقطة عن تشغيله الماء من الرياح الرياح اثنين يحول هذا الجهاز الطاقة نقطة الاطاقة كهربائية في الحركية مش شمسية صح الحركية ثلاثة يفضل وضع هذا الجهاز في اماكن كولولية الرياح اعصفة الرياح اعصفة الرياح اعصفة الرياح